ان شاء الله استاذ بكرا ايب امليان وانا متأكد من مسندة جماهرية مغربية عظيمة للنادي الاهلي بكر متأكد متأكد وده اللي قاله انشلوت النهاردة وقال انه متوقع تعاطف من الجماهير المغربية مع النادي الاهلي بس هو عارف انه جماهير نادي ريال مديد موجودين في كل حتة في العالم وبرضه هيبقى ليه جماهير بس انا متأكد انه الغلبة هتكون لجماهير النادي الاهلي من المغرب وطبعا الجماهير المصرية اللي موجودة حاليا في الرباط لمسندة النادي الاهلي تشجيع والمسندة الجماهرية موجودة جهاز فني محترم للنادي الاهلي بكياد مرسي الكولور موجود لعبين مميزين في النادي الاهلي موجود ناقص ايه؟ ناقص شوية روح شوية طاقة كده وتلعب عشر عشر اضعاف قدراتك عشان تقدر تواجه فريق كبير بلعبته وتشكلته زي ريال مدريد والحلو انه الاجتماع الفني للمباراة اصفر ان النادي الاهلي يلبس التيشرت او الرداء الاصلي بتاعه الزر التقليدي تشرت الاحمر والشورت الابيض وريال مدريد هيلبس طاقم الاحتياطي بتاعه اللي هو اللونه موف ده بالكامل يعني الاهلي باللون بتاعه اللون التاريخي اللون الاحمر وريال مدريد بكرة مش هيلعب باللون او الزي التقليدي بتاعه والابيض هيلعب باللون اللي هو القوميس الثاني اللي هو اللونه موف اشتركوا في القناة